بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكننا القول أنه لا يوجد زواج يخلو من المشاكل والخلافات ولكن التعامل السليم مع هذه المشاكل هو الذي يجعل الزواج يستمر ويدوم ولا يجعلها عقبة تؤدي إلى انهيار هذا الزواج وبالنتيجة دمارا للأسرة وهذا الأمر طبيعي وليس مستغربا فعند اختلاف التقافات والتجارب والأنماط الفكرية في التحليل والاستنتاج تحدث بعض الخلافات بين الزوجين ومن أجل حل هذه الإشكالات لا بد من البدء بالنقاش البناء ولكن بشرط أن يكون هذا النقاش خاضعا للمعايير والضوابط الدينية والأخلاقية ولعل من أهم أسباب المشاكل الزوجية ما يلي أولا التقريع الدائم واللوم أن تصور الزوج أو الزوج إنسانا معصوما عن الخطأ له أمر بعيد عن الصحة والواقع فالإنسان مخلوق يخطئ ويصيب بالرغم من سعيه الدائم نحو الكمال والتكامل ومحاولة الحد من الأخطاء يجب أن يعرف كل الزوجين أن احتمالات الوقوع في الخطأ موجودة دائما في الحياة الزوجية وهذا أمر طبيعي جدا فإذا ما صدر خطأ ما من أحدهما فالأمر لا يستحق تقريعا أو لوما أو تأكير صف هذه الحياة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال خير الرجال من أمة الذين لا يتطاولون على أهليهم ويحنون عليهم ولا يظلمونهم لذا ينبغي إعطاء الأخطاء حدودها وحجمها الطبيعي ومن ثم الانطلاق بمعالجتها بروية وحكمة وصب بعيدا عن أي فعال أو تهور الأمر الآخر عدم الرفق بالطرف الآخر قد ينشب النزاع بين الزوجين بسبب المضايقات المستمرة كإقدام الرجل مثلا على عدم احترام الزوجة والرفق بها وكثرة الطلبات محملة للمرأة أعباء لا طاقة لها عليها أو بالعكس تقوم الامرأة بهذا الشيء لذا ينبغي على كل الزوجين أن يراعي كل منهما حال طرف الآخر ويشعر معه فلا يقدم على ما يسبب له الأذية والضرر على كل المستويين المادي والمعنوي بل ينبغي أخذ إمكانات كل طرف بنظر الاعتبار وتفهم ذلك الأمر الثالث رتابة الحياة من الأمور المهمة التي تمهد الأرضية للخلاب بين الزوجين هي رتابة الحياة اليومية فبعد فترة طويلة من البرنامج اليومي المتكرر يشعر بعدها الزوجان بالملل فتظهر الخلافات بينهما ويبدأ كل منهما بانتقاد الآخر على أسس ومعايير خاطئة وغير صحيحة لذا ينبغي على كل الزوجين الخروج من فخ الملل والرواتين اليومي للحياة والدخول في عملية تجدد وتطوير دائم والظهور بصور ومواقف جديدة وهذا ما يوصي به ديننا الحنيف كالتجدد والتجمل من خلال اللباس والمظهر على سبيل المثال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته